بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة هذا الحضور ينم على أن هذه الأمة فيها بقي من خير صحيح أنه قد أصابها ما أصابها من الوهن ولكنها تريد أن تنهض من كبوتها وأن تستعيد مجدها والنحو مهم لأن أهمية النحو في محافظته محافظة الصيانة صيانة اللسان العربي وفهم هذا الكتاب العزيز وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا ثمر من ثمرات النحو لأن ليس الغرض من النحو أن نحفظ الموتون والقواعد وإنما الغرض من ذلك أن يسلم هذا اللسان في النطق ولذلك كان عبد الملك بن مروان يقول لما سئل ما الذي شيب رأسه على صغر سنه قال شيبن ارتقاء المنابر واتقاء اللحن شيبن ارتقاء المنابر للخطابة في الناس واتقاء اللحن والمشكلة الحقيقة إما أن تكون في طالب العلم وإما أن تكون في الأستاذ وإما أن تكون في الكتاب وإما أن تكون في طريقة التدريس النحو ليس بهذه الصعوبة ومعظم أبنائنا يشكون من النحو فأين العلة؟ أين تكمن العلة والمشكلة؟ هل المشكلة في الأستاذ لا يستطيع التدريس النحو؟ أم المشكلة في الكتاب المقرر؟ أم المشكلة في الأسلوب والبداغوجية وطريقة التدريس النحو؟ أم المشكلة في طالب العلم؟ الحقيقة المشكلة قد تكون في هذه جميعا قد تكون أحيانا في الكتاب المقرر لأن ما يتناسب مع جيل ومع عصر قد لا يتناسب مع جيل آخر إذا نظرتم مثلا في كتاب شرح قطر الندى لابن هشام رحمه الله لو قرأتم في مقدمة هذا الكتاب لوجدتم أن هذا الكتاب كان مقررا على طلبة الصف الثالث الابتدائي في الأزهر الشريف وكتاب شرح شذور الذهب كان مقررا على طلبة الصف الرابع في الأزهر الشريف بل إن شرح قطر الندى كان مقررا في جامعة الزيتون بتونس على طلبة الصف الثاني الابتدائي بينما هذا الكتاب شرح قطر الندى كنت أدرسه في جامعة أم القرى بمكة المكرمة لطلبة الجامعة ومع ذلك يجدون فيه صعوبة لا لأن طلبتنا لا يفهمون وإنما لأن اللغة اختلفت فنحتاج إلى لغة مبسطة تتناسب وتتلاءم مع هذا الجيل القواعد هي القواعد وإنما نحتاج إلى لغة أخرى مبسطة وميسرة الأساتذة فيهم مشكلة لأن بعضهم يعتمد على الطريقة التقليدية القديمة في حفظ المتون وحقيقة حفظ المتون طيب ومن حفظ المتون فقد حاز الفنون ولبأس من الحفظ لمن يتيسر له ذلك ولكن ليس الهدف هو حفظ القواعد فكثيراً ما وجدنا من الحفظة من لا يستقيم لسانه ومن يلحن في كلامه إذن الهدف المرجو لم يتحقق أن نشحن أدمغتنا بالمتون فإذا تحدثنا لحنا وأخطأنا فلم يتحقق الهدف إذن ما السبيل السبيل هي مهارة التحدث والحوار والتخاطب بهذا اللسان وإذا أخطأ الواحد منا وصححه زميله ينبغي ألا يستنكر ذلك بل يشكره على ما سمع منه قد نلحن ومن منا لا يلحن إذا كان الحجاج بن يوسف ومن هو في فصاحته وبلاغته وخطابته ومع ذلك لما سأل أبا عمر بن العلا أتراني ألحن خشي من سطوته أمنه قال نعم قال وأين قال في كتاب الله قال أدهو أمر إذا كان اللحن في الكلام العادي مصيبة عند العرب فكيف إذا كان اللحن في كتاب الله تعالى فمعنى ذلك أن اللحن قد يقع ولكن هناك فرق بين أن يكون اللحن عرضا ويأتي مرة على اللسان وبين من لا يحسن القول ومن لا يستقيم الكلام على لسانه ينبغي أن نتعود وإذا صوبنا أحد ينبغي أن نصي إليه سمعت خطيب الجمعة في مسجد من المساجد بالأمس يقول كلمة أعادها أكثر من مرة قال أمره كلمة أمره هي فأتى بها منصوبة فقال فقال امرئ طبعا تعلمون هذه إذا كان مثلا نقول جاء أمرء القيس فنظم الراء الوسط رأيتم رأى القيس مررت بامرئ القيس فهو يظن أن امرأ تبقى هكذا دائما ينطقها ولحن بها في خطبة الجمعة أكثر من مرة فإذا كان هذا الخطيب خطيب خطيب القوم فكيف بالآخرين والحقيقة أصبح عند بعض الناس حتى الخطأ لم يعد عيبا بل كان عند العرب كان من أكبر العيوب وسمعتم بعمر الفاروق رضي الله عنه لما جاءته رسالة من أبي موسى الأشعري كتب الكاتب من أبو موسى الأشعري إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فغضب عمر رضي الله عنه وطلب من أبي موسى أن يؤدبه بالصوت أن يؤدب هذا الكاتب الذي لحن وقال من أبو موسى ولم يقل من أبي موسى نعود نعود الآن لكتابنا المقدمة الآجرمية بتشديد الراء الآجرمية في علم العربية الآجرمية آجرروم نسبة إلى آجرروم آجرروم بلغة البرابرة الفقير آجرروم الفقير ويطلق على الزاهدين والفقراء يقال هذا فقير إلى الله تعالى ولذلك في المغرب وفي السودان يقوله الفقراء الفقراء بمعنى الفقراء إلى الله تعالى هذا الرجل كان زاهداً صالحاً ولذلك كتب الله البركة في كتابه على صغر حجمه اختلف في اسمه والمعنى الأشهر والأصح هو محمد بن محمد ابن داوود الصنهاجي أبو عبد الله يعرف بابن آجرروم ولد سنة ستمائة واثنين وسبعين هجرياً سنة اثنتين وسبعين وستمائة وتوفي سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ولد ومات بفاس بالمغرب نحوي اشتهر برسالته الآجرومية طبعاً هذا الكتاب على صغر حجمه شرح كثيراً ونظم أيضاً ومن خير شروحه شرحه الإمام الحطاب الذي شرح خليل في الفقه المالكي الإمام الحطاب هذا الرجل العالم شرح الآجرومية وسماها متممة الآجرومية والكتاب مطبوع وأن كانت طبعاً ليست أنيقة لكن الكتاب مطبوع ومن آخر من شرحه الأستاذ محمد عبد الحميد محدين عبد الحميد محمد محدين عبد الحميد رحمه الله شرحه شرحاً مختصراً موجزاً مفيداً ونظم أيضاً هذا الشرح لأن هناك كثيراً من الطلبة يميلون إلى حفظ المتون فنظم هذا الشرح ومن من من النظم الكواكب الجلية في شرح مقدمة الآجر لعبد السلام ابن مجاهد النبراوي ونظمه كذلك السيد إبراهيم الرياحي التونسي ونظمه مخطوط والسيد علاء الدين علي بن نعمان الآلوسي البغدادي الحنفي والحقيقة نظم وشرح كثيراً وكثيراً جداً يقول المصنف رحمه الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ما هو الكلام؟ يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ويقول ويقول ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد كاستقم كلامنا لفظ مفيد إذن الكلام هو اللفظ المفيد ويقول ابن أجر روم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أما اللفظ فهو الصوت لأن الألفاظ أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم هذه الأصوات تشتمل على بعض الحروف الهجائية بدءا من الألف وانتهاء بالياء فيسمى هذا لفظ كمحمد علي صالح كتب مشا كل هذه الفاظ هذا اللفظ مركب مركب إما من كلمتين أو أكثر من كلمتين فيسمى إذا أفاد يسمى كلاما مثل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العلم نافع محمد الرسول لفظ مركب من اسمين محمد محمد اسم ورسول اسم والعلم نافع أيضا العلم اسم ونافع اسم وينجح المجد هذه الكلمة مركبة من كلمتين أيضا ينجح فعل مضارع والمجد اسم وهي الفاعل لكل مجتهد نصيب فنلاحظ أن هذه مركبة هذه الجملة مركبة من أكثر من كلمتين إذن هو اللفظ المركب من كلمتين على الأقل أو أكثر من ذلك شريطة أن شريطة الفائدة أن يكون مفيدا والمفيد ما يحسن السكوت عليه بمعنى إذا استمع المستمع إلى الكلام لا ينتظر منك كلاما آخر يشعر أنه قد أفاد مما قلت مثلا لو قال قائل إذا جاء فلان وسكت هل هذا لفظ مفيد لا ليس بمفيد رغم ليتكون من أكثر من كلمتين إذا جاء فلان ثلاث كلمات لكن هذا ليس لفظ مفيد لماذا لأنه لا يحسن السكوت عليه والمستمع منتظر تتم لهذا الكلام إذن يشترط الفائدة فإذا قلت إذا حضر الأستاذ وسكت فليس فليس بكلام مفيد وإن كان مركبا من ثلاث كلمة بالوضع أي المفيد بالقصد بالوضع إما أن تواضع العرب عليه قديما وفي الوقت الحاضر مفيد بقصدك أنت المتكلم أن تقصد من كلامك الإفادة أن تفيد فأنت تنوي الإفادة لأن الغرض من الكلام الفائدة طبعا هذه أمثلة من الكلمات من الكلام المستوفي للشروط مثل الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن دستورنا وينجح المجد ويموت كل حي فهذا الكلام مستوفي للشروط لأنه كلام متكون من أكثر من كلمتين فأكثر ويحسن السكوت على هذا الكلام وأقسامه يقول المصنف وأقسامه ثلاثة هذا الكلام أقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى الإسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقتر بزمن يدل على معنى في نفسه ولكنه لا يقتر بزمن كانت تقول الطاولة الكوب الماء محمد رجل بحر وهكذا أما الفعل فإنه يدل على معنى في نفسه ويقترن بأحد الأزمن الثلاثة الأزمنة الثلاثة صلح أكتب تال الثلاثة في أحد الأزمن الثلاثة نعم فمثل كتب يكتب أكتب وجلس يجلس إجلس كتب في الماضي يكتب في المضارع إجلس بالأمر أما الحرف فهو يدل على معنى في غيره لا يدل على معنى إلا إذا اقترنا بكلمة أما في ذاته فلا يدل على معنى إذا قلت محمد مثلا فهذا يدل على معنى في ذاته وإذا قلت يكتب يدل على معنى في ذاته مقتر بزمن أما إذا قلت من أو على فلا يدل على معنى إلا إذا اقترن بكلمة أخرى مع كلمة أخرى من البيت مثلا أو من السوق أو إلى الجامعة لابد من أن يقترن بكلمة أخرى حتى يدل على معنى فهو لا يدل على معنى منفردا طبعا والحروف سنأتي عليها من الحروف إلى عن على إلا لكن إن أن بلى بل قد سوف حتى لم لا لن لو إلى غير ذلك علامات الإسم فالاسم يعرف حسب كلام المصنف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللا لابد من علامة تميز هذه الكلمة هل هي اسم أو لا أول علامة قال بالخفض طبعا علامات الإسم كثيرة أوصلها بعضهم إلى ثلاثين علامة كثيرة العلامات ولكن اقتصر المصنف على هذه العلامات لأن من أهم العلامات لمعرفة الإسم فقال يُعرف الإسم بالخفض والخفض مصطلح كوفي من المصطلحات الكوفية طبعا تعلمون هناك مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة وهي من أهم المدارس النحوية فعند البصريين يقولون الجر ولذلك قال ابن مالك في الألفية بالجر والتنوين والندى وأل قال بالجر هذا المصطلح البصري أما عند الكوفيين فيقولون الخفض وهو يعني الجر نفس الشيء لا فرق الخفض طبعا الخفض قد يكون الخفض بحروف الجر وقد يكون الخفض بالإضافة وقد يكون الخفض بالتبعية وقد يكون الخفض بالجر على المجاورة أو بالتوهم ولسنا في حاجة للدخول في مثل هذه المسائل لأن من الأشياء التي عقدت النحو الدخول في الشذوذات والتفريعات التي أثقلت كاهل طالب العلم فنحن نكتفي بأن الخفض الخفض إما بحروف الجر يكون الخفض بحرف الجر أو بالإضافة نقول مثلا باب الدار فالدار هنا مجرور مجرور بماذا؟ مجرور بإضافته إلى الباب هذا جر بالإضافة فإذا وجدنا الدار إسم مجرورا نعلم أن هذا إسم مجرد أن نجد الإسم مجرور نعرف أن هذا إسم باب الدار مال علي إذن علي إسم لأنه مجرور جر بالإضافة أو من البيت إلى الجامعة من البيت البيت إسم لماذا؟ لأنه مجرور إلى الجامعة الجامعة إسم لماذا؟ لأنه مجرور فسواء جر بالإضافة أو جر بحرف الجر أو جر بالتبعية بالتبعية كأن يتبع يتبع كلمة مجرورة مثلا مثلا سلمت على الرجل المؤدبي سلمت على الرجل المؤدبي الرجل مجرور بحرف الجر على سلمت على الرجل المؤدبي جر لماذا؟ لأنه صفة للرجل فيتبع ويسمى الجر بالتبعية يتبع ما قبله فإذا كان مجرور بالتبعية هذا كذلك يدل على أن هذا اللفظ طبعا اقتصر المصنف رحيمه الله على المهم ولذلك لم يذكر بعاني الحروف وما أكثرها وألفت كتب في ذلك فطبعا هذا الأمر يحتاجه المتخصص أما في البداية ككتاب مثل هذا الكتاب يضع حجر الأساس ثم يبنى على هذا الكتاب فقال بأن من من حروف الجر ولها معان لها معان منها الابتداء نحو خرجت من البيت أي خرجت ابتداءا من البيت مبتدئا من البيت وإلى ومن معانيها الانتهاء ذهبت إلى المسجد إلى الجامعة إلى مصر وعن ومن معانيها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس أي جاوزت وعلى ومن معانيها الاستعلاء نحو صعدت على الجبل الاستعلاء بمعنى أن يكون عاليا فصعدت عليه إذا اعتلاه وفي ومن معانيها الظرفية نحو الماء في الكوب أو في الإبريق أي ظرف كأن هذا كأن هذا ظرف ويعاء الظرفية بمعنى الوعاء كأنه ويعاء وظرف وهذا الماء في هذا الوعاء ورب ومن معانيها التقليل كما قيل رب أخ لك لم تلده أمك طبعا هذا قليل قليل قد تجد من الأصدقاء كالأخ ولكن هذا عملة نادرة خاصة في هذا الزمان ولذلك قديما قالوا ثلاثة ليس لهم موجود الغول والعنقاء والخل الودود الغول والعنقاء والخل الودود الغول طبعا كانوا قديما يخوفون أبناءهم بالأغوال وطبعا يطلق كذلك الغول يطلق على الحي السام يطلق الغول ذات أغوال والعنقاء طائر كذلك كانوا يعتقدون أنه طائر يخطف الأطفال ويطير بهم والخل الودود الذي هو بمثابة الأخ قالوا ثلاثة ليس لهم وجود الغول والعنقاء والخل الودود طبعا لا يعني ذلك أنهم غير موجودين ولكنهم قلة للقلة والباوة من معانيها التعدية نحو مررت بالديار طبعا الفعل مرة ليس ليس من الأفعال المتعدية بنفسها وإنما يحتاج إلى حرف يتعد به وإن كان قد ورد في قول الشاعر تمرون الديار ولم تعوج كلامكم علي إذن حرام تمرون الديار ولم تعوج كلامكم علي إذن حرام والأصل تمرون بالديار لأن مرة يتعدى يتعدى بالباوة ولا يتعدى بنفسه والكاف ومن معانيها التشبيه نحو الرسول صلى الله عليه وسلم كالبدر أو كما قال علي بن الجهم يمدح الخليفة قال أنت كالكلب في الحفاظ على الود وكالتيس في قراء الخطوب أنت كالكلب في الحفاظ على الود وكالتيس في قراء الخطوب فشبهه بالكلب في وفائه وبالتيس في مقارعة الخطوب والصعاب واللام ومن معانيها الملك نحو المال لمحمد والاختصاص نحو الباب للدار الباب للدار والاستحقاق نحو الحمد لله وإن لاحظ طبعا هنا اللام المال لمحمد نلاحظ أن اللام جرى 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 ذاتا جرى ذاتا عاقلة المال لمحمد فهنا يسمى الملك تفيد الملك ليه لأن هذا الذي امتلك عاقل ذات عاقلة أما أما الاختصاص فنلاحظ فنلاحظ اللام هنا دخلت على على غير العاقل الدار فقال الباب للدار أي الباب مختص مختص بالدار أما اللام الأخرى الحمد لله فنلاحظ أن اللام هنا جاءت بين اسم معنى واسم ذات فالحمد هنا اسم معنى من أسماء المعاني الحمد الشكر الذكر العلم هذه كلها أسماء معاني أسماء الحرية القوة هذه أسماء معاني أما أسماء الذوات نسمي سواء كان اسم إنسان أو حيوان أو جماد هذا يسمى اسم ذات أما اسم المعنى لا يمكن تمسه اسم الذات ممكن تضع اليد عليه اسم الذات تضع يدك عليه هذا اسم ذات لكن اسم المعاني معنى تقول الحرية ممكن تضع يدك على الحرية الشجاعة الكرم ممكن تضع يدك على الكرم لا هذه أسماء معاني وليست أسماء ذوات وهنا يكون للاستحقاق إذا كان جاءت بين اسم معنى واسم ذات تكون اللام هنا تفيد الاستحقاق حروف القسم ذكر الواو والبا والتا والقسم طبعا بالنسبة لنا نحن المسلمين لا نقسم إلا بالله تعالى فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصبت والله القسم بالواو بالله لكن بالنسبة للفرق بينهما أن ألواو يقسم بالذات بالاسم الظاهر بالاسم الظاهر الله الرحمن العلي لكن بالنسبة للبا ممكن نقسم بالاسم الظاهر وبالضمير فنقول مثلا كما جاء في الحديث القدسي بي حلفت لأفتننهم فتنة تدعو الحليمة فيهم حيران بي حلفت فهنا البال القسم أو نقول طبعا لو كان يجوز الحلف بغير الله لقلنا بك حلفت بك حلفت كما كانت العرب تستخدم ذلك في الجاهلية تقول بك حلفت فيكون القسم بالضمير وليس بالاسم الظاهر وهذا مما تختص به البا ويكون القسم بالتاء تالله لأكيدن أصنام تالله طبعا ذكر هناك ما قلنا بالنسبة لعلامات علامات الإسم اقتصر على الضروري منها اقتصر على الضروري وإن كان هناك علامات وإن كان هناك علامات للإسم غير الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ذكروا من ذلك ذكروا من ذلك النداء أداة النداء لا تدخل إلا على الأسماء فإذا قلت يا محمد يا نوح يا إبراهيم فعلامة على أن هذا اسم من الأسماء كذلك من أهم علامات الأسماء الإسناد أهم من أهم علامات الإسمية أن تعرف أن هذا اسم أن تسند إليه مثلا تقول زيد مجتهد فقد أسندت الإجتهاد إلى زيد إذن زيد اسم قام علي أسندت القيام إلى علي إذن علي اسم تسند إليه الشيء إذا أسندت إليه الشيء هذا يكون علامة على أنه اسم وطبعا ذكروا من علامات الإسمية أن يثنى وأن يجمع هذا من علامات الأسماء أيضا تقول مثلا رجلاني فإذا ثنيت أو مثلا برداني أو كتاباني فإذا ثنيت أو جمعت هذا علامة على أنه اسم فلا يثن ولا يجمع إلا الأسماء هذا فقط طبعا للإشارة أن هناك علامات أخرى وإن كنا طبعا نحن نريد أن نمضي مع هذا الكتاب ونحاول قدر الاستطاعة أن نلتزم به حتى لا نشعب المسائل على الراغبين في تعلم علم النحو وبعد ذلك ممكن أن نقرر كتابا آخرا ونتوسع أكثر علامات الفعل كيف نفرق بين هذه الكلمة اسم أو فعل كيف نعرف أن هذه الكلمة فعل الفعل يعرف قال المصنف الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة ذكر هذه العلامات فإذا وجدنا كلمة اقترنت بقد أو بالسين أو أو بسوف أو بتاء التأنيث الساكنة علمنا أن هذه الكلمة فعل قد قد وأن هذا وأن هذا الفلاح متحقق لا محالة فقد دخلت قد هنا على الفعل أفلح إذا أفلح هذا فعل كيف عرفنا أنه فعل لوجود قد طبعاً طبعاً لا يشترط لا يشترط أن تكون قد دائماً مع هذا الفعل ولكن إذا لم تكن معه تكون الكلمة قابلة لقد ما هو شرط وجودها نأتي بأي فعل فإذا قبل دخول قد فهذا علامة على أنه فعل أعيد بمعنى أنه لا يشترط في الفعل أن يكون مقترناً بقد لكن يكون قابلاً لدخول قد عليه بمعنى لو أتيت بفعل مثلاً نجح نحاول إدخال قد قد نجح فلان إذا نجح فعل معنى إذا كان عند قابلية يقبل دخول هذا الحرف عليه فهذا علامة على أنه فعل معنى ليس بالضرورة ليس بالضرورة أن يكون فيه قد ولكن أن يكون قابلاً لقد ولذلك طالب العلم لما يطلب منه مثلاً في امتحان يقول لميز بين الأسماء والأفعال فيأتي بهذه الكلمة التي يشك فيها ويحاول إدخال قد عليها فإذا قبلت قد فعلامة هذا على أنه فعل أو التقريب قد هنا تفيد مع الفعل الماضي التقريب مثل قد قامت الصلاة بمعنى قد قربت قربت إقامتها ووقتها وحان وقتها وإذا دخلت على المضارع قد دلت على التقليل مثل قد يصدق الكذوب فهذا يدل على أن قليل الكذوب لا يصدق ولكنه قد يصدق الكذوب فهذا دخولها على الفعل المضارع تفيد القلة أو التكثير قد تفيد التكثير كما قال الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل قد يدرك المتأني بمعنى يدرك المتأني حاجته بالتأكيد المتأني يدرك حاجته بالتأكيد فهنا تفيد التكثير أنه في الغالب في الأعم الأغلب المتأني يدرك حاجته ولكن يكون مع المستعجل الزلل السين وسوف ويقال أحيانا للسين حرف تنفيس ولسوف حرف تسويف وقد يطلق التنفيس عليهما يقال للسين حرف تنفيس وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سوف كلا سوف يعلمون فإذا دخلت السين أو سوف على كلمة فهذه الكلمة تكون فعلا وهذا الفعل يكون في الزمن المضارع فعل مضارع لأنه لأنه لا يدخلان لأنه لا يدخلان إلا على المضارع وحده كلا سوف يعلمون إذا يعلمون فعل مضارع كيف علمنا ذلك بدخول سوف عليه وسيعلم وسيعلم الذين ظلموا إذا يعلم هنا فعل مضارع بدليل دخول دخول السين على هذه الكلمة كذلك من علامات الفعل تاء التأنيث الساكنة وتدخل على الماضي دون غيره والغرض منها الدلالة على أن الإسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث مثل قالت عائشة رضي الله عنها أو فرشت دارنا بالبسط تأت التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الفعل الماضي دون غيره طبعا إذا دخلت على الفعل لتدل أن الإسم الذي أسند الفعل إليه فعل مؤنث مثل قالت عائشة فعائشة هنا هذا الفاعل مؤنث بدليل أن التاء اقترنت بالفعل قال صارت قالت وقد يكون نائب فاعل مثل فرشت دارنا بالبسط فدارنا هنا نائب فاعل والدار هنا أيضا مؤنثة لماذا تليل اقتران الفعل فرشة بالتاء لسائل أن يسأل طيب هذه العلامات التي ذكرها المصنف هناك علامات لفعل المضارع فلماذا لم يذكرها المصنف نحن نعلم أن الفعل المضارع من علامات أن يقترن بأحد حروف أنيت أو نأيت أنيت إلي هي الهمزة والنون واليا والتاء الهمزة مثل أقرأ أقرأ فهذه الهمزة الفعل قرأ أقرأ هذه الهمزة تدل على أن هذا الفعل في المضارع نقرأ نحن نقرأ هذه النون تدل على أن هذا الفعل في المضارع يقرأ أو يقرؤون تدل على أن هذا الفعل في المضارع تقرأ تدل على أن هذا الفعل في المضارع لماذا لم يعرج المصنف على هذه على أنها علامات على الفعل المضارع لم يعرج على ذلك لأن هذه الأحرف التي هي أحرف أنيت هذه قد تدخل على الفعل الماضي بمعنى قد نجد بعض الأحرف هذه الهمزة أو النون أو اليا أو التا نجدها في الفعل الماضي وبالتالي لا يستطيع الطالب أن يفرق هل هو فعل ماضي ولا فعل مضارع ولذلك أعطاه علامات دالة يفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع مثلا الفعل أكرم الفعل أكرم في الماضي ولا في المضارع في الماضي وموجود فيه همزة في الأول ربما الطالب يلتبس عليه الأمر ويحسب أن هذا فعل مضارع بدليل وجود الهمزة لا نقول له أدخل هذه العلامات الدالة على الفعل المضارع أدخل مثلا السين هل تقول مثلا أكرم تقول سأكرم أبدا ما يصح سأكرم ما يصح ها إذن هو أعطانا العلامات الحقيقية الدالة على الفعل المضارع لأن هذه العلامات الأخرى قد توجد مثلا الفعل ترك ترك في الماضي ربما طالب العلم المبتدئ إذا وجد حرف التاء يروح يصنف هذا الفعل في المضارع يقول والله الأستاذ قال إن مدام فيه تاء فعل مضارع إذن هذا فعل مضارع لا طيب هل فعل ترك إذا أدخلنا عليه السين نقول سترك أو سوف ترك أبدا ما يصح أو مثلا الفعل تعلم فيه تاء في الأول هل هذا في الماضي ولا في المضارع في الماضي تعلم ما في الماضي إذن هذه التاء ليست دالة طيب نحاول ندخل السين نقول ستعلم أو سوف تعلم أبدا معي صح إذن اقتصر المصنف على العلامات الدالة على الفعل المضارع أو وجود الياء نفس الشيء يرنأت الشيب إذا خضبته بالحنى يرنأ إلياء هنا ليست على مدال على أن هذا الفعل وإنما هذا فعل ماضي نرجس نرجست الماء إذا خلطته بالنرجس فنرجس هنا الفعل في الماضي إذن قد توجد هذه الأحرف التي هي الهمزة والنون والياء والتاء ولا تكون علامة دالة على أن هذا الفعل مضارع فاقتصر المؤلف رحمه الله على العلامات الدالة وهذه لا تتعلف وهي مضطردة لأن السين وسوف لا تدخلان إلا على الفعل المضارع لم يذكر المؤلف رحمه الله في متنه في المتن لم يذكر أي علامة لفعل الأمر طبعا ذكر علامات الفعل الماضي وفعل المضارع لكنه لم يذكر علامات فعل الأمر ولعل الذي حمله على ذلك أنه نحى نحو أهل الكوفة لأن أهل الكوفة يقسمون الأفعال إلى ماضي ومضارع فقط لأن عندهم فعل الأمر هو من المضارع لأن المضارع عندهم إما حال وإما استقبال ما دل على الحال أو الاستقبال فما دل على الحال هو مضارع وكذلك قم إذا أمرتك مثلا بالقيام قلت لك قم فهذا سيحدث في المستقبل يدل على الاستقبال فعد عند الكوفيين داخل في الفعل المضارع ولذلك التقسيم تقسيم الفعل عند الكوفيين إلى ماضي ومضارع فقط ما عندهم الأمر فالأمر هو يندرج تحت المضارع ولعل المصنف رحمه الله يميل إلى هذا يميل إلى هذا التقسيم ولذلك لم يعطنا علامة لفعل الأمر ويعرف طبعا فعل الأمر بدلالته على الطلب ها إذا دل على الطلب نطلب منك نقول لك قم اذهب اشرب قومي العبي العب نم فأنا أطلب منك ذلك فإذا دل على الطلب هذا علامة على فعل الأمر وكذلك قبوله لياء المخاطبة يا المخاطبة قومي نامي اشرب تعلمي فإذا قبل الفعل يا المخاطبة هذا علامة على أنه فعل أمر أو نون التوكيد مثل اكتبن الدرس اشربن اللبن فهذه علامات الفعل إذا كان فعل أمر أن يدل على الطلب وأن يقبل يا المخاطبة أو نون أو نون التوكيد مثل استقيم استقيمي اكتبن الدرس أما الحرف فكما قيل خلوه من العلامة له علامة فالحرف الحرف لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال فالكلمة التي لا تقبل علامات الأسماء ولا تقبل علامات الأفعال هذه حرف إذن هي خالية من العلامة ولذلك قيل خلوه من العلامة له علامة علامته أنه لا يقبل هذه العلامات لا علامات الأسماء ولا علامات الأفعال ومن أمثلة الحروف هل وفي ولم هل طبعاً بعض الحروف تدخل على الأسماء والأفعال مثل هل فنقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر فدخلت هل هنا على الفعل أتى ونقول هل الأستاذ غائب فدخلت على الإسم إذن هل مشترك مشترك دخولها على الأسماء وعلى الأفعال أما في فلا تدخل إلا على الأسماء إذن هناك بعض الحروف خاصة خاصة بالأسماء في لا تدخل على إلا على الأسماء مثل الماء في الكوب فلا تدخل إلا على الإسم لا تدخل على الفعل مختصة بذلك ولم بالعكس لا تدخل إلا على الأفعال والأفعال المضارعة فقط ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في طليل ما جاء بعد لم هنا يأتي بعدها فعل مضارع ألم ترى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في طليل فهنا علامة على أن هذا الفعل الذي دخل عليه حرف لم فعل وهو في المضارع لم يرسب الطالب باب الإعراب الصلاة صار الوقت الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تغتيراً الإعراب الإعراب إيش هو الإعراب هو أن يتغير أواخر الكلم وهذا هو النحو النحو إيش هو النحو هو تغيير آخر الكلم علم النحو لا يعتني ولا يهتم ببنية الكلمة علم النحو لا يعتني لا يُعنى إلا بأواخر الكلمات علم النحو لا يُعنى لا بأول الكلمة ولا بوسط الكلمة هذا يُعنى به علم الصرف أما علم النحو فيُعنى بالحرف الأخير من الكلمة ما الحركة التي تكون على الحرف الأخير كل النحو يقوم على هذه المسر ولذلك أمر الإعراب مهم جدا جدا الإعراب التغيير هو التغيير الذي يحصل في الأسماء والأفعال أي يحصل في أواخر الكلمات من الأسماء ومن الأفعال لفظا مثل حضر محمد إذن محمد معربة كلمة محمد معربة بدليل أنها كلما تغير موقعها في الجملة تغيرت الحركة التي عليه نقول حضر محمد رأيت محمدا سلمت على محمد نلاحظ كلمة محمد مرة كانت مرفوعة ومرة كانت منصوبة ومرة كانت مجرورة إذن الكلمة التي يتغير آخرها بتغير موقعها ومكانها في الجملة وبتغير العوامل الداخل عليها هذه الكلمة تسمى كلمة معربة الأفعال أيضا يطرأ على آخرها تغير ولذلك الفعل المعرب وهو الفعل المضارع ما لم تتصل به طبعا نون النسوة أو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة يكونوا معربا يسافر مثلا نقول يسافر إبراهيم يسافر الراء عليها ضمة يسافر لم يسافر إبراهيم أصبحت الراء عليها سكون لن يسافر إبراهيم أصبحت عليها فتحة إذن هذه الكلمة يسافر مرة عليها ضمة ومرة عليها سكون وأخرى عليها فتحة الكلمة التي يتغير آخرها تسمى ماذا تسمى كلمة معربة إذن الكلمة المعربة من الأسماء والأفعال هي الكلمة التي يتغير آخرها بتغير موقعها في الجملة لكن هناك بعض الكلمات تكون معربة ولا تظهر عليها علامة الإعراب كلمات عنا في العربية هي معربة ومعروض أن تظهر عليها علامة الإعراب لكن لا تظهر عليها إما للتعذر يتعذر مستحيل مثل مثلا مصطفى جاء مصطفى رأيت مصطفى سلمت على مصطفى مصطفى كلمة معربة ولكن الحركة لم تظهر عليها لماذا لأنها تنتهي بألف مقصورة وهذا يتعذر معها خروج الحركة ما يمكن لا تظهر لا ضمة ولا فتحة ولا كسر نجحت ليلة رأيت ليلة سلمت على ليلة ليلة هنا لم تظهر عليها حركة الإعراب وكذلك كلمة سلمة أو هدى قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى هو الهدى إن هدى طيب إن هنا نصبت هدى لكن لا تظهر على آخرها هذه الفتحة إن هدى الله هو الهدى إذن هو الهدى الهدى هنا مرفوعة لكن لا تظهر عليها هذه الحركة فهذه الكلمات التي يتعذر ظهور الحركة عليها وإن كانت معربة هذه الكلمات هي معربة ولكن يتعذر لماذا لأنها منتهية بألف مقصورة وقد لا يتعذر وإنما يستثقل ما يكون متعذر ولكن يكون ثقيلا مثلا نقول جاء القاضي جاء القاضي نحن بإمكاننا أن نقول جاء القاضي ممكن ولكنها ثقيلة ولغة العرب تميل إلى الخفة هذه ثقيلة النطق جاء القاضي الانتقال من الكسر إلى الضم ثقيل ولذلك نقول جاء القاضي ما نقول جاء القاضي سلمت على القاضي ما نقول سلمت على القاضي قاضي ثقيل مرة لكن نقول رأيت القاضي ما شاء الله ممكن رأيت القاضي الفتحة تظهر الفتحة تظهر ولذلك الاسم المنقوص نحن عندنا الاسم المنقوص والاسم المقصور الاسم المقصور الذي ينتهي بألف مقصورة مثل الفتا مصطفى ليلى هدى هذا اسم مقصور أما الاسم المنقوص سمينا اسم منقوص لأن هذا الحرف الأخير قد ينقص نقول مثلا جاء قاض وين هلي رحت جاء قاض ضاد وتحت تنوين بالكسر جاء قاض نعم نعم هي فاعل طبعا جاء قاض طبعا هي أصلها جاء قاضي لكنها ثقيلة فحذفنا هذه الياء وأبدلناها بالتنوين هذا التنوين عوض عن الياء المحذوف لأن أخف جاء قاض فهو فاعل مرفوع بضم مقدرة على الياء المحذوف واللي منع من ظهورها الثقل وليس التعذر لأن ممكن أن ننطقها لكنها ثقيلة وإذا لم يكن للتعذر أو الاستثقال يكون للمناسبة للمناسبة مثلا نقول مثلا جاء صديقي جاء صديقي طبعا صديقي هنا فاعل والمفروض أن تظهر عليه الضمة لكن هنا لم تظهر الضمة لماذا لأنه مشغول كما قال النحات بحركة المناسبة ما حركة المناسبة تعلمون أن ياء المتكلم صديقي هذه الياء ياء المتكلم اقترنت بالاسم صديق صديق اقترنت بها لما اقترنت بها ياء المتكلم الياء ماذا تتطلب الكسر نحن نعرف أن الياء يأتي قبلها كسر والواو يأتي بعدها قبلها ضم والألف يأتي قبلها فتح هكذا مقتضى اللغة نقول مثلا قال قبل الألف لازم يكون فتح رسول قبل الواو لازم يكون ضمة فالواو يتطلب ضمة قبله والكسرة والياء تتطلب كسرة قبلها والألف يتطلب فتحة قبلها فهنا يقال فاعل مرفوع جاء صديقي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة اشتغال المحل ايش معنى اشتغال المحل بحركة المناسبة اشتغال المحل اللي هو القاف صديق صديق المفروض يكون عليها ضمة جاء صديق شغل هذا الحرف الأخير بماذا بحركة المناسبة ايش حركة المناسبة الحركة التي تناسب التي اقترن بها الاسم فالحركة التي تناسب الياء هي الكسرة ولذلك لم تظهر عليه الضمة لماذا؟ لأنه مشغول بالحركة التي تناسب الياء فانشغاله بحركة المناسبة لذلك منع من ظهور هذه الحركة التي هي الضمة المشغول لا يشغل طيب نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله وللحديث بقية وصلى الله وبرك على نبي محمد وعلى الله وصحبه